السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم. يارب تكونوا كلكم بخير انا كريمان ودي قناتي لتعليم الكروشي والتريكو. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض البلوفر ده. بلوفر تريكو ابيض في اسود. هنشتغل مع بعض الحردات بتاعة الوش والدهر. نشتغل مع بعض في الجزء الاول 3 عراوي. بعد ما خلصت العروة الثالثة اللي هي دي. كملت الشريحة البيضة ديت 11 وحدة. الوحدة عبارة عن سبعة من دي. جاءت اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر. الوحدة من دي عبارة عن سطرين. يعني اشتغلت لحد ما بقى عندي 11. بعد كده هفصل بقى الجنبين عن الضهر. عشان ابدأ اشتغل كل جزء الوحده. هنشوف دلوقتي طريقة الحفظة هنشتغلها ازاي? انا كنت اشتغلت البلوفر الوش مع الظهر قطعة واحدة بالشكل ده. عملت على الحروف اه المرضات. في مرض في اه تلات عراوي. والمراض التاني هو اللي هيركب فيه الظراوي. قلت لكم ان في المنتصف الستين غرزة اللي في المنتصف دول بتوع الظهر. اول اربعة وتلاتين غرزة مضاف لهم غرزة الحفة يعني خمسة وتلاتين غرزة. هيتحرضوا بالشكل ده كده. واخر خمسة وتلاتين غرزة. دول كده ستين غرزة. ودول خمسة وتلاتين غرزة. هيتحرضوا بالشكل ده اللي هو الجنب التاني. الظهر عبارة عن ستين غرزة. والجنب ده عبارة عن خمسة اربعة وتلاتين غرزة زائد غرزة يعني خمسة وتلاتين غرزة زائد غرزة يعني وهنا اربعة وتلاتين زائد غرزة اللي هي غرزة الحفة. يبقى انا هفصل الجزء ده خمسة وتلاتين غرزة واشتغلوا لوحده. وده خمسة وتلاتين غرزة واشتغلوا لوحده. والضهر ستين غرزة هاشتغلوا من لوحدهم برضه. يبقى انا كده عملت فتحات للدراعات وهحرد حردة الصدر. طبعا احنا بنبدأ الحردة مع فتحة الدراع. طبعا مفيش حردة باط. احنا بس بنعمل حردة في الصدر. ووسع حردة الرقبة. الطبيعي ان هو بيبقى تلت عدد الغرز. الغرز اللي هي كامل هي ستين. الوش ستين والضهر ستين. يبقى انا اقصى حاجة هعملها. تلت عدد الغرز اللي هو تلت الستين غرزة بتوع الوش او الضهر. طبعا احنا بنستخدم في الوش التمن غرز اللي احنا ضفناهم عشان المراد. الطبقة التانية من المراد. احنا بنستخدم العدد الاساسي اللي هو ستين. تلتهم عشرين غرزة. يباوس حردة الرقبة طبعا في الضهر وفي الوش. هيبقى عشرين غرزة. ويهي طبعا اماكن فتحة الدراعات مش هيبقى فيها حردة. يبقى انا عايزة اقسم العشرين غرزة اللي انا هحردهم عشرة من الجنب ده وعشرة من الجنب ده. على اثنين يعني عشر غرز. يبقى انا هنقصين عشرة وهنا عشرة. طب دلوقتي انا عايزة اعرف وسع فتحة القمة دي هتكون كم سنتي. عشان اعرف هحرد الصدر ازاي. المفروض ان انا بقيس اي قطع موجودة عندي من الباط لحد الكتف بشكل مستقيم. واخد المقاس بالمتر. المكان ده باخده على اي قطع مظبوطة عندي. انا اخدت المقاس ده تلع عندي خمستاشر سنتي. عايزة اعرف بقى الخمستاشر سنتي دول هيكونوا كم سطر؟ هقيس كده. على القطع اللي انا اشتغلتها بما اني ما اشتغلتش عينة. كنت ممكن لو اشتغلت عينة اعود في العينة واعرف طبعا انا عندي الجزء دوت اللي هو عبارة عن اتناشر واحدة. كل واحدة فيهم بتتشغل في اربعة وعشرين سطر. وانا تقريبا عندي الخمستاشر سنتي دول هم الوحدتين او الشرحتين البيضة والسودة. يعني اربعة وعشرين في اتنين دي اربعة وعشرين سطر. ودي اربعة وعشرين سطر يعني تمانية واربعين سطر. المفروض ان الجزء بتاع حردة السدر ده بيتحرد كده بميل وبعد كده نمشي مستقيم. يعني مش بنفضل نحرد من اول بداية الحردة لحد الكتف. لأ بنحرد لمسافة. وبعد كده بنقلل بنشتغل بشكل مستقيم. انا عايز عرف انا هقلل غرزة كل كام سطر. المفروض ان الحردة دي برضو بتتاخد تقريبا او بتتحرد تقريبا لتلتين المسافة من بداية الحردة لحد الكتف. لو اسمنا التمانية واربعين غرزة دول على تلاتة هيدونا ستاشر. طيب ستاشر يعني احنا عايزين تلتين المسافة يعني اتنين وتلاتين غرزة. وهنقلل في الاثنين وتلاتين سطر. هنقلل في الاثنين وتلاتين سطر دول عشر غرز. وبعد كده عايز عامل المفروض حردة الكتف لان طبعا الجزء بتاع الكتف دوت ما ينفعش يبقى بشكل مستقيم كده وإلا الكتف عند تركيب الكم هيبقى واقف كأننا حطين قبلتات يعني. انا العدد المفروض طالعا عندي اتنين وتلاتين. عايزة بقى عدد متناسب مع العشرة. المفروض ان انا ممكن اقلل كل تلات سطور غرزة او كل اربع سطور غرزة انا هقلل كل اربع سطور غرزة افضل. عشان الحردة تبقى مش قصيرة والجزء اللي هو هيكون بعد الحردة ما يكونش طويل قوي. اللي هو الجزء المستقيم اللي بعد الحردة. فانا كده هشتغل اربع سطور كل اربع سطور هقل المرة. انا عندي ابرتين تانيين. لو انتم ما عندكوش ابرتين تانيين نفس المقس. ممكن تستخدموا ابرة اكبر نمرة واحدة يعني ممكن خمسة او اربعة ونص. او ممكن تنزلوا باقي الغرز على تجيبوا فتلة كده وتحطوا فيها ابرة تشتيب وتنزلوا الغرز كلها عليها وتربطوها. بعد كاتب وترجعوا على السنارة بعد ما تخلصوا حردة الجزء اللي انتم هتحردوه. انا دلوقتي زي ما قلت لكم هاحرد كل اربع سطور غرزة يعني احرد غرزة في سطر وبعد كده اشتغل تلات سطور بدون حردة. وبعد كده اعمل حردة في سطر واشتغل تلاتة بدون حردة. يعني كل اربع سطور بقلل غرزة واحدة بس. باشتغل المرد بنفس الغرزة بتاعة المرد اللي هي غرزة عيدة لغرزة مقلوب. احنا دلوقتي على وش الشغل. المفروض ان انا خلاص خلصت الشريحة البيضة فهاحرد في اللون الاسود. يعني هغير اللون بعد ما اشتغل المرد. مش هتقدر ببوصل على علامات تانية لاني هشتغل باللون الاسود. فغرز المرد مش هيكون فيها لغبطة. دلوقتي انا هبدأ اقلل اول غرزة. طيب طريق التقليل اول غرزة انا عايزة الصف الغرزة العيدة اللي دي تمشي معايا كده جنب المرد. وكل غرزة يقللها تبقى تحت الغرزة دي. فبعمل ايه? بدخل الغرزة دي الاول. في السنورة. وبعد كده دخل الغرزة اللي انا هقللها. وبعد كده ادخلهم تاني في السنورة التانية. لان الغرزة اللي تدخل الاول في السنورة هي اللي هتكون آآ على الوش. طب انا لو دخلت من الغرزة العيدل لسوري المقلوب. آآ اللي هي المفروض انا بشتغل العيدل في هيقود المقلوب وبعدها العيدل. الغرزة المقلوب هي اللي هتزعر على الوش. عشان كده انا آآ غيرت الغرز. بصوا كده. الغرزة العيدل هي 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 اللي ظهرت معي على وش آآ الشغل. بعد كده بقى هكمل آآ بالطريقة العادية. غرزة دي كمان هتبقى عيدل اهي مع لفة. عادي هشتغلهم وراء بعض. ودي مقلوب هشتغلها مقلوب. السطر ده اصلا غرزة عيدل وغرزة مقلوب. غرزة عيدل مع اللفة وغرزة مقلوب. بما اننا قللنا الغرزة العيدل. آآ سوري قللنا الغرزة المقلوب فهبقى عندنا في اول السطر غرزتين عيدل وراء بعض. السطر الجاي او المرة الجاية في التنقيس هينقص عندنا الغرزة العيدل اللي بعديها فهيرجع على السطر عادي غرزة عادي لغرزة مقلوبة. هكمل السطر طبعا انا بعيد الغرز خمسة وتلاتين غرزة. تسعة مرات والغرزة الاولى دي اللي بعد المرد بيبقوا غرزتين لان احنا بنقصين غرزة. وبكمل من بعدها عدد كل غرزة غرزة لحد ما يبقى عندي خمسة وتلاتين غرزة. اشتركوا في القناة كده خمسة وتلاتين غرزة. الجزء الباقي دوت ممكن اسيبه على السنرة واشتغل عليها برضو. عشان لو انا سبت الغرز على السنرة وجيت اشتغل بسنرة تانية للسنرة دي هتدايقني في الشغل. فانا هشتغل عليها مدام الشغل القريب. هشتغل برضو بنفس اتجاه السطر. انا كده اشتغلت سطر واحد وهشتغل كمان تلات سطور بس بدون طنيس. الغرزة الاولى بنقلها. هنقلها بقى ازاي? مش زي ما احنا متعودين هنقلها بالشكل ده. وبعدين بعمل لفة. وبنقل الغرزة المقلوب. اشتغل الغرزة العيدل. اعمل لفة وانقل المقلوب. اشتغل الغرزة العيدل. اعمل لفة وانقل المقلوب. اشتغل الغرزة العيدل. اعمل لفة وانقل المقلوب. دلوقتي عندي غرزتين مقلوب. انا عملت آآ لفة قبل الغرزة المقلوب. دي. ودول الغرزتين مقلوب مرة بعدها عاملهم ازاي? دي الغرزة المقلوب اللي انا نقلتها ودي اللفة بتاعتها. وبعد كده هنقل دي. وهعمل لها لفة هي كمان. في الجزء ده انا نسيت اعمل لفة للغرزة التانية. يعني مفروض ان انا الف الخيط مرة تانية ولكن هصح لحها وانا بشتغل السطر اللي بعد. آآ تبديل الخيط يا جماعة بيبقى في ضهر الشغل. ده ضهر الشغل فبابدل الخيط. بعد الخيط اللي انا لسه هشتغل بيه من تحت. الخيط اللي خلص. او اللي خلصت شغل بيه. وبنقل الغرزة العيدل. اشتغل المقلوب. لان ده دهر الشغل بتاع المرد. انقل الغرزة واشتغل المقلوب. او وقت بطلقة وبسيب الغرزة المقلوب ما اشتغلهاش. لان المرد عكس جسم البلوفر. واخر غرزة باشتغلها عيدل. هي غرزة الحفة باشتغلها على طول عيدل. كده انا اشتغلت سطرين. لسطر الثالث. نقلت اول غرزة. غرزة الحفة وهشتغل غرزة عيدل وغرزة مقلوب. بعد كده هابدل الخيط في ضهر الشغل. اخدهم كده وراء. واحط الخيط الاسود تحت لاني لسه هشتغل به. الخيط الابيض فوق. نفوض ان انا عندي غرزتين عيدل. بس الغرزة الاولة اهو انا نسيت احط لها اللفة. هحطها دلوقتي. متشا كده. تمام? هشتغل بقى غرزة مع لفة. وغرزة عيدل تانية مع لفة. وبعد كده غرزة مقلوب وغرزة عيدل لحد نهاية السطر. كده خلصت السطر. اشتغلت كده السطر الثالث. بضل لي سطر واحد. وبعد كده هبدأ اقلل. بنقل الغرزة الاولى بالشكل ده. لفة. وغنقل الغرزة المقلوب. اشتغل العيدل. لفة وغنقل المقلوب. اشتغل العيدل. لفة. وغنقل المقلوب. وكمل لحد نهاية السطر زي السطر اللي قبل اللي فات بالزبط. لفة ودي اخر غرزة. بعمل برضو بعديها لفة. هبدل الخيط في ظهر الشغل. وابدأ اشتغل المرض. بنقل العيدل والخيط للخلف واشتغل المقلوب. يبقى انا كده اشتغلت اربع سطور. هشتغل كمان اربع سطور. اول سطر بقلل فيه. وثلاث غرز بدون تناقص. نقلت الغرزة الاولى. وهشتغل الغرزة عيدل وغرزة مقلوب. كده خلاص خلصت المرض. انا كده على وش الشغل هبدل الخيط في ظهر الشغل. وعايز اشتغل الاتنين دول مع بعض تناقص. غرزتين عيدل وورا بعض. هبدل الخيط الاول. بالشكل ده. بما اني هشتغل عيدل في الخيط الاسود هيفضل في ظهر الشغل. الخيط الاسود من تحت الابيض. هدخل بالغرزة الاولى كده الاول. وبعد كده ادخل في الغرزة التانية. بعد كده بقى ادخل السنارة في الغرزتين تاني عشان اعرف اشتغلهم. طيب انا دخلت بالغرزة الاولى اللي انا عايزة تزهر على وش الشغل الاول وبعد كده ادخلت في الغرزة التانية. بعد كده ادخل السنارة فيهم هما الاتنين تاني عشان اعرف اشتغلهم. انا بشدهم كده. عشان اعرف ادخلهم في السنارة التانية لانه هما فيهم لفة. فصعب قوي انك تدخلي سنورتين مع بعض من غير ما تفضلي تشدي الخيط كده. وهشتغلهم الاتنين مع بعض عيدل. هنلاحظ كده ان الغرزة العيدل اهي على وش الشغل. وهشتغل غرزة مقلوب. معلش القضاء مش حلو قوي في الجزء ده لانه الكهرباء قطعت. بكمل بقى غرزة مقلوب بغرزة عيدل. دول عيدل مع اللفة. بالشكل ده كده. بعد كده هعمل ايه بقى? هفضل اشتغل ثلاث سطور بدون تناقص. وبعد كده اقلل في سطر واشتغل ثلاثة بدون تناقص. اقلل سطر واشتغل ثلاثة بدون تناقص. لحد ما اناقص العشر مرات. طب انا لو نسيت انا اناقصت كم مرة? بعد الغرز اللي موجودة على السنورة هم خمسة وثلاثين غرزة المفروض يبقوا خمسة وعشرين غرزة. فبعد اشوف فضلي كام غرزة عشان يبقوا خمسة وعشرين غرزة بس اللي فضلين. بعرف انا قد لي كم مرة تناقص او خلصت او لا. انا هشتغل بقى العشر تناقص. وطبعا منسيش ان اعد الوحدات ديت عشان اغير الخيط الابيض. لما يخلص القطاع الاسود اللي انا بشتغله. بعد احداشر سبعة من السبعات دي اغير الخيط للون الابيض. ده منسهوش عشان ممكن نسرح في التناقيس ونشتغل اسود اكبر من القطاع اللي احنا بنشتغله في العنز. انا هخلص بقى التناقص وهرجع لكم مرة تانية عشان نعرف فضل كام سطر وبعد كده نعمل حردة انا كده خلصت التناقص بتاع الاسدر زي ما احنا شايفين كده. الغرزة العيدة المشي جنب المرض. وخلصت القطاع الابيض كمان يعني اشتغلت قطاع اسود وقطاع ابيض. ثلاثة اربعة خمسة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر يبقى كده القطاع الابيض خلص. انا لسه حاسة ان فتحة الدريع ديقة فهشتغل كمان واحدتين من اللون الاسود فوق اللون الابيض وبعد كده هابدأ اعمل حردة الكتف. حردة الكتف مش هتدي واسعة لفتحة الدريع لانها هتبدأ على طول التقفيل من منطقة الدريع. انا مش هبه فتحة الدريع تبقى ديقة قوي لانه طبعا البلوفروات الشتوي بيتلبس تحتها هدوم. فانا حاسة انها لسه ديقة هشتغل بس واحدتين من اللون الاسود فوق اللون الابيض وبعد كده ابدأ احرد على طول. الواحدتين دول مكونين من اربع سطور لكن مش بيزهروا بعد اربع سطور بيزهروا بعد خمس سطور لان السطر الاول في الاسود بيزهر واحدة كمان في اللون الابيض. فانا هشتغل خمس سطور من اللون الاسود. على نفس العدد بدون تنقيس او تزويد. وبنفس الغرزة بتاعت البلوفر. زي ما احنا شايفين كده لما اشتغلنا سطر من اللون الاسود ما ظهرش معانا واحدة. لأ ظهرت معانا واحدة كمان في اللون الابيض في بقى اتناشر واحدة بدل حداشر. انا كده هشتغل كمان اربع سطور عشان يبقى عندي وحدتين من اللون الاسود. وهرجع لكم مرة تانية. كده انا اشتغلت الوحدتين اهو من اللون الاسود يعني خمس سطور اسود. بعد كده هبدأ عامل حردة الكتف من مكان بتاع فتحة الكومة. انا بقفل الغرز. طبعا الغرزة الاولى بنقلها نقلتها. الغرزة التانية المفروض ان انا بنقلها واعمل لفة او بعمل لفة وبعدين نقلها مش بعمل اللفة بقى بشتغلها على طول. حتى لو هي المفروض تتنقل. هي مقلوب هشتغلها مقلوب ووقف الغرزة. بشوف الغرزة اللي هما ستاشر غرزة. انا هقفل آآ تمن غرز يعني نصهم. بشتغل غرزتين بالشكل ده كده. بجيب الغرزة اللي وراء انزلها من على السنورة. دي غرزة مقلوب هشتغلها مقلوب. وانزل الغرزة اللي وراء من على السنورة. الغرزة العيدل اشتغلها عيدل وانزل الغرزة اللي وراء من على السنورة. ترجمة نانسي قنقر بعد كده بقى هكامل السطر عايد يعملت لفة ونقلت الماقلوب هشتغل conditions اعمل لفة ونقل الماقلوب اشتغل condition طبعا فانقط اخر غرزة اعمل للفة كده اللفة وابددل الخيط الخيط اللي لسه اشتغل بيه بخليه تحت. بنق الغرزة العيدل والخيط للخلف واشتغل الغرزة المقلوب. انا اللي عيدلو الخيط للخلف واشتغل المقلوب. كده خلصت السطر. هالف اشتغل السطر العيدل عشان اوصل لنفس مكان التقفيل مرة تانية عشان اقفل بقية الغرز. شكرا لهم! اشتركوا في القناة اشتغل كل الغرز معد اخر غرزة عشان دي لو اشتغلتها هتعمل ارتفاع كده في نص الحردة فالغرزة اللي بتبقى في نص الحردة مش بنشتغلها اخر غرزة في نص الحردة مش بنشتغلها هتعمل معي درجة كده في الحردة ودي حاجة انا مش عايزة عشان كده بسيب اخر غرزة وبنقل اول غرزة فيها الخيط دي غرزة اللي فيها الخيط بنقلها تمام هقفل بقى غرزة دي غرزة عيدل هشتغلها عيدل واقفل غرزة هقفل كل الغرز بقى يبقى انا عملت حردة كتفة في سطرين او في ثلاث سطور لازم نشد الخيط عشان الغرزة الاولى او الغرزة على الصنورة متوقعش نشد الخيط طبعا بقفل الغرزة السمراء باللون الاصمر والغرزة البيضة باللون الابيض دلوقتي هبدل الخيط هرجع الخيط الورا انقل الغرزة العيدل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا بسيب طول في الخيط الاسود وتول في الخيط الابيض لان الجزء الابيض هنقفله باللون الابيض. والجزء الاسمر هنقفله باللون الاسمر. كده اكون خلصت حردت جنب من الجنبين. الجنب التاني هيكون في اختلاف بسيط عن ده. انا احرد الاول حردت الرقابة بتاعك الظهر. لسبب ان انا هشتغل شايفين لما احرد الجنب ده. هشتغل بقى المرض جزء طويل يلف حوالين حردت الرقابة بتاعت الظهر وهنخيطه. عشان كده انا هشتغل الظهر الاول واحرد الظهر الاول. عشان بعد كده ابقى عارفة انا هشتغل قد ايه من المرض. دلوقتي هنبدأ نحرد بقى حردت الرقابة بتاعت الظهر. حردت الظهر. زي ما اتفقنا ان حردت الرقابة بتكون ما تزيدش عن تلت عدد غرز الظهر او عدد غرز الوش. بوسع الحردة تلت عدد الغرز. يعني عشرين غرزة. احنا هنحرد في الوش عشرة كده. وفي الجنب الثانية عشرة. بس بقى في نقطة مهمة ان الوش في مرض. المرض ده مشغول باللون الابيض. واحنا زي ما احنا عارفين ان اخر سطرين او اخر خمس سطور كنا شغلينهم باللون الاسود. لما نيجي نشتغل حردت الظهر اخر خمس سطور هيكونوا باللون الاسود. فلما نيجي نخيط الكتف في الظهر. المرض دوت هيكون باللون الابيض. وغير كده. احنا لسه هنشتغل المرض منفصل عن الظهر. يعني ايه? يعني لما نيجي نحرد الجنب التاني بتاع الوش. هنقفل بس الغرز الصمراء والمرض هنكمل شغل فيه لحد ما نشتغل طول مناسب يلف حوالين الرقبة. عشان كده انا هحرد في الظهر بالاضافة الى العشرين غرزة. كمان هحرد الثمن غرز بتوع المرض. ولان المرض ده هو عبارة عن الثمن غرز اللي في منتصف الستين غرزة. فده معني ان انا هحرد كمان بالاضافة للعشر غرز اللي انا هنقصهم نص المرض. يعني اربع غرز كمان بالاضافة للعشر غرز اللي انا هنقصهم. عشان اكون نقصت غرز المرض من الجنبين. هنشوف ازاي دلوقتي حردة الرقبة بتكون عاملة ازاي ده كده شكل الظهر هنا هسيب بس الستاشر غرزة اللي هما دول والمرض هيلف حوالين الحردة كلها بعد ما نخلص وهنا ستاشر غرزة كمان اتمنى الجزء ده يكون مفهوم بالنسبة للمرض لما هيكمل هيعود التناقص الزيادة اللي احنا هنقصه بالاضافة انه هيعرض الجزء تاع الكتف مش هيخليه رفاية على قد ستاشر غرزة بس لا ده هيعود كمان الوسع الزيادة اللي احنا هنحرده عن الوش تمام يعني احنا عايزين الكتف يكون ستاشر عشان يكون قد الغرز الصمرة اللي فضلة في الوش احنا عندنا تلق ستين غرزة بتوع الظهر هنطرح منهم الاثنين وتلاتين غرزة اللي هو ستاشر وستاشر هيفضل تمانية وعشرين غرزة التمانية وعشرين غرزة دول هم واسع حردة الظهر كلها عايزين نعرف بقى احنا بنحرد الظهر ازاي اصلا حردة الظهر بتبقى نصين بتحرد على جزئين مش بتتحرد كلها مع بعضها عشان نعرف احنا هنقلل في كام سطر اللي لازم نعرف عمق حردة الرقبة ده بيكون قد ايه الطبيعي ان هي بتاعة الظهر بتكون من اثنين لتلاتة سنتي عمق الحردة بيكون من اثنين لتلاتة سنتي في الظهر ولو الوش بنشتغله الحردة الدائرية دي بيكون عمقه من تلاتة لخمسة سنتي انا طبعا عشان لسه هركب مرد فان هعملها اربعة سنتي لاني مش عايزة تكون حردة الرقبة او المرد يكون طالع عند الرقبة لانه ده هيخلي البلوفر يرجع الورا عشان كده هعملها اربعة سنتي ولما المرد يركب المرد اصلا لما تشتغلوها هتلاقوا ان هو اصلا اربعة سنتي لكن طبعا هيديع منه جزء في غرزة الحفة وهيديع منه جزء كمان في الخياطة انا عايزة اعرف الاربعة سنتي دول كم سطر عشان اعرف هشتغل كم سطر قبل ما ابدأ حردة الرقبة الاربعة سنتي دول عملوا معي سبع وحدات اللي هي الواحدة سطرين كل واحدة وبارة عن سطرين يعني اربعة عشر سطر دي حردة الرقبة طبعا الحسابات اللي احنا بنحسبها دي بخلاف الثلاث سطور بتوع حردة الكتف انا حسبت كل حاجة في الجنب بتاع الوش وبعد كده حردت الكتف دلوقتي انا عندي تمانية وعشرين غرزة هنقصهم لما باجي احرد بنقص كل جنب لوحده يعني بنقص نصهم يمين ونصهم شمال طيب ازاي هنقصوا عايزة اعرف تمانية وعشرين غرزة دول هيحتاجوا كم سطر عشان يتحردوا وبعد كده بكمل سطور بدون حردة لحد ما وصل للاربعتاشر سطر اللي هم عمق الحردة بتاع الرقبة الاربعتاشر غرزة دول ازاي هيتحردوا المفروض ان احنا بنحردهم تنازليان يعني اربع غرز وعين تلاتة وبعدين اتنين وبعدين واحد بالشكل ده كده تمام؟ بعد كده الغرز اربعة وتلاتة سبعة واثنين تسعة وغرزة يبقوا عشر غرز كده الغرز مش مكفية العدد اللي انا سحرده Haigani العدد اربعتاشر غرزة فبما ان النقص علي عدد غرز التنقص بتاعتي اربع غرز كمانيبقي انا هكرر سطر الاربع غرز لو كانوا مسلا تلاتاشر غرزة كنت هكرر سطر الثالتة غرز لو كانوا خمستاشر كنت هنقص الاول خمسة وبعدين اربعة وتلاتة اتنين واحد دي الطريقة المناسبة اللي هي اربعة اربعة تلاتة اتنين واحد كل مرة تنقص بتحتاج سطرين اتنين اتنين يبقى اتنين اربعة ستة تمانية عشرة يبقى انا محتاجة عشر سطور عشان احرض حردة الرقبة طب انا عايزة عمق الحردة يكون اربعة عشر سطر يبقى انا هشتغل بعد ما خلص الحردة هشتغل اربع سطور اللي هو الفرق عدد السطور بين الاربعتاشر والعشرة هشتغل اربع سطور بدون حردة تمام يبقى عشر سطور حردة وبعدك هيفضل على الاربعتاشر سطر اربع سطور هاشتغلهم بعد ما خلص حردة الرقمة. بعد كده بعد نشتغل الاربع سطور دول احرد بقى حردة الكتف زي اللي عملتها في الوش بالضبط. عايزة اعرف كده انا هبدأ الحردة منين? تمام? دي كده حردة الكتف عندي واحدتين دول دول اخر واحدتين في الاسود. هعدي كده سبع وحدات لتحت. يبقى من المكان ده كده انا هبدأ حردة الايه? هبدأ حردة الرقبة. هما اتنين سمر وخمسة بيد وبعد بعد كده بيطلع عندي سبع وحدات بيد. يبقى انا بشتغل القطوع الاسود وبعد كده سبع وحدات من الوحدات البيض البيضة. وبعد كده ابدأ بقى احرد حردة الرقبة. يبقى انا هشتغل القطوع الاسود. وبعد كده سبع وحدات بيدة وبعد كده هبدأ حردة الرقبة. نجيب كده البلوفر. طبعا هنا مفيش مرض. الموضوع اسهل كتير لانه مفيش تغيير خيط وبشتغل باللون الاسود. وبعد كده بقطع واشتغل بالابيض. فالموضوع اسهل كتير جدا في الظهر. هجيب الخيط الاسود. دي اهي غرزة عادل مع لفة. هشتغلها. وبعد كده اشتغل الغرزة المقلوب. عادل. مقلوب. هكمل بقى بعد ستين غرزة. كده اشتغلت ستين غرزة دول بتوع الضهر لازم اكمل بقى عاد الباقي من الغرز. يطلعوا خمسة وتلاتين غرزة عشان اتأكد ان انا شغالة صحة. انا كده على ضهر الشغل. بشتغل الغرزة العيدل. طبعا دي اول غرزة في السطر فانقلها واعمل لفة وانقل المقلوب. اشتغل العيدل. اعمل لفة. وانقل المقلوب. اشتغل العيدل. اعمل لفة وانقل المقلوب. كده بقى هكمل الشريحة السمرة زي دي بالزبط. وبعد كده هقطع الخيط واستغل بالخيط الابيض. اه هشتغل سبع اه وحدات او سبع اللي هي السبعات بتاعة السطر دي. اه وارجع لكم بعديها عشان نبدأ نحرد حردة الرقبة. كده انا خلصت اهو اشتغلت الشريحة السمرة. وبعد كده اشتغل اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة سبع اه وحدات او سبع سبعات من دي. دلوقتي هبدأ اعمل ايه? انا اشتغلت اخر حاجة بالسطر العيدل. ما راجعتش بالسطر المقلوب. لاني لما رجع بالسطر المقلوب هقف النص السطر عشان احرد الجنب بتاع الظهر. انا عندي دول ستين غرزة هشتغل تلاتين غرزة على الظهر. بنقل الغرزة الاولى واعمل لفة. وانقل المقلوب واشتغل العيدل. اعمل لفة انقل المقلوب واشتغل العيدل. هشتغل كده تلاتين غرزة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كده انا اشتغلت الثلاتين غرزة. هعدهم عشان اتأكد مرة تانية. كان بقي غرزة واحدة اعملت نقلت غرزة. واعملت اللفة بتاعتها. كده عندي دول تلاتين غرزة والبقي تلاتين غرزة. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هلف الشغل وابدأ احرد اول سطر في الحردة اللي هو اربع غرز. انا كده في النص بتاع الضهر. الغرزة الاولى بنقلها كده. هسيب اللفة مش هشتغلها. والمفروض اول غرزة فيها خيط بنقلها. بس انا اشتغلتها بالغلط. المفروض اول غرزة فيها خيط تتنقل ما تتشغلش. وقفلت غرزة. الغرزة اللي بعدها عدل هشتغلها عدل. واقفل الغرزة التانية. اشتغل غرزة مقلوب. اقفل الغرزة التالتة. واشتغل غرزة كمان هي عدل هشتغلها عدل مع اللفة. واقفل الغرزة الرابعة. انا كده انا قفلت اربع غرز. هعمل ايه بقى هكمل السطر. غرزة عدل وغرزة مقلوب. وبعد كده ارجع بالسطر اللي بعده. باشتغل العدل وانقل المقلوب. وبعد كده ارجع اشتغل تاني سطر في التنقيس او تاني سطر في الحردة اللي هو برضو اربع غرز. في حاجة بس نسيت اصورها. عايز اقول لكم عليها. اخر غرزة في السطر ده بتبقى مقلوب. فانا بقى نقلها. لما يجي اشتغل السطر اللي بعده. ماينفعش هنقلها برضو. لانها هتكون اول غرزة في السطر. لا باشتغلها بقى في اول السطر. لاني اصلا ما كنتش اشتغلتها في السطر اللي الفيت. الا كده مش هشتغلها خالص. عشان كده في اول السطر لازم اشتغلها. انا هشتغل السطرين دول وارجعلكم مرة تاني. كده اشتغلت السطرين. ما عادة اخر غرزة زي ما قلتلكم. لان اخر غرزة دي هتكون في نص الحردة. لو اشتغلتها هتعمل معي ارتفاع للسطر اللي انا هشتغله. فهتعمل تدرجات في وسط الحردة. في اخر غرزة من ناحية الحردة مش باشتغلها. هلف الشغل بالشكل ده. وهبدأ اناقص كمان اربع غرز. اللي هو السطر التاني في الحردة. اول غرزة دي. زي ما قلتلكم ينقل هيشتغلها مش هتفرق. هقفل غرزة. وبعد كده هشتغل غرزة عيدل. هي الغرزة عيدل باشتغلها عيدل. مقلوب باشتغلها مقلوب. وقفل الغرزة التانية. دي مقلوب. هقفل الغرزة التالتة. ودي عيدل. هقفل الغرزة الرابعة. يبقى انا كده رجعت نقص تاني ايه اربع غرز. هكمل بقى السطر غرزة مقلوب وغرزة عيدل. هخلص السطر ده واشتغل سطر الغر وارجع لكم مرة تانية. كده انا خلصت السطر اهوت برضو ما اشتغلتش ده السطر المقلوب او ضهر الشغل. ما اشتغلتش اخر غرزة. لفيت الشغل كده. السطر التالت في الحردة بنقص ثلاث غرز. نقلت الغرزة الاولى وهقفل غرزة. هشتغل غرزة. الغرزة عيدل هشتغلها عيدل. هقفل الغرزة التانية. هشتغل غرزة مقلوب واقفل الغرزة التالتة. كده ده تالت سطر في الحردة هكمل السطر. هكمل السطر ده. واشتغل السطر بتاع ضهر الغروفر. وارجعلكم مرة تانية عشان نحرد السطر الرابع في الحردة. طبعا بسيب اخر غرزة. كده خلصت سطرين. وسبت اخر غرزة هلف الشغل. السطر الجاي ده هقل الغرزتين. هنقل هفك كده اللفة. هنقل اول غرزة. هقفل غرزة. لان الغرزة دي ما فيهاش خيط. لان احنا كنا نقل لها السطر اللي فات فقفل الغرزة صعب شوية. تمام. ممكن برضو انقل الغرزة دي او اشتغلها. بس منها في طرف الخيط يعني او اول غرزة فيها خيط. نقلتها. وقفلت الغرزة الثانية. وهكمل بقيت السطر. كده انا خلصت السطر الرابع في الحردة. هكمل بقيت السطر. وارجع بسطر الظهر. شكرا. شكرا. ده اخر سطر في الحردة. هقفل غرزة واحدة بس. وبعد كده. طبعا لازم اعد بقى ايه السطور البيضة او لحدات البيضة عشان عارف انا خلصت القطاع الابيض ولا لا. وازا كنت المفروض ابدل الخيط للخيط الاسود او لا. واحد اتنين تلية اربعة خمس ست سبعة تبانية تسعة عشرة حداشر. المفروض ان ده اخر سطر في اللون الابيض. ما ينفعش اكمل ابيض تاني لو كملت ابيض تاني هعمل واحدة كمان بيضة. يعني السطر المقلوب اللي فات هو كان اخر سطر في الابيض. هكمل بقى بالخيط الاسود. هقفل. يا سوري انا قفلت غرزة. هكمل بقى. خمس سطور باللون الاسود. اللي هما هيعملوا معي. الوحدتين. السمر. وبعد كده هرجع اشتغال حردة الكتف. انا اشتغلت كده سطر اهم مبينش معي شريحة سمراء ولا سبعة سطر. السمراء في الابيض. هشتغل كمان اربع سطور. عشان اعمل السبعتين دولت. وبعد كده ابدأ احرد حردة الكتف من الجنب اللي هو بتاع فتحة الدراع. كده انا اشتغلت اهو السبعتين او الوحدتين السمر. وانا دلوقتي عند فتحة الدراع. هبدأ اعمل ايه هقلل. انا عندي 16 غرزة زي ما عملنا بتاعة الكتف. هقفل 8 غرز. وبعد كده اكمل السطر. وارجع بالسطر بتاع الضهر. معد اخر غرزة. واقفل 8 غرز البقية. عيدة كده اشوف فضل خم غرزة سبعة. يبقى هنا مفوض يكون فضل غرزة هقفل غرزة كده. كده بقى انا قفلت تمانية وفضل عندي تمانية. هكمل السطر عادي. غرزة عادي رو اعمل لفة وانقل المقلوب. غرزة عادي اعمل لفة وانقل المقلوب. غرزة عادي اعمل لفة وانقل المقلوب. اخر غرزة بعمل بعديها لفة. او بكمل اللفة يعني. الغرزة الاولى بشتغل عيدل مع اللفة. هشتغل بقى كل الغرز معادة اخر غرزة. وبعد كده اقفل اخر تمن غرز في الجنب. ما اشتغلتش اخر غرزة في السطر. هالف الشغل. بعد كده هشتغل الغرزة العيدل عيدل والغرزة المقلوب مقلوب. وهقفل التمن غرز دول. دلوقتي هنبدأ نحرب بقى الجنب التاني في الضهر. عايزين نشوف كده الجنبين دول زي بعض ولا لأ? اهو بالشكل ده كده. والمرض هيكمل بقى يلف حوالين حردة الرقبة. طبعا هياخد من عمقها وهياخد من عرضها. فهيستغر حردة الرقبة كتير لان المرض اصلا عرضه اربعة سنتي. هنبدأ بقى نحرد الجنب التاني في الرقبة. طبعا احنا دلوقتي فين عند الفرق الوحيد اللي بين الحردة دي والحردة دي. ان ده كنا بنحرده على الوش. وده هنحرده على الضهر. او على ضهر الشغل. المرة اللي فاتت اشتغلنا سطر من على الحرف اللي هو بتاع الضهر عشان نوصل للمنطقة الحردة. دلوقتي هنحرد على طول. واحنا على ضهر الشغل. من غير ما نشتغل السطر اللي قلتلكو عليه ده. فكده هنقص سطر واحد عن الجنب التاني ولكن هيتعود قدام او هيتعود فوق خالص بعد ما نخلص كله عشان نحرد حردة الكتف. هنضطر نشتغل سطر زيادة عشان يحرقنا لمنطقة حردة الكتف. انا نقلت الغرزة الاولى. وهشتغل الغرزة التانية كده عشان هدخل الخيط. وهقفل غرزة. انا بشتغل الغرزة العيد العيدل والمقلوب مقلوب. لما بكون بحرد مش بشتغل اللفات ولا بنقل الغرز ولا اي حاجة. الغرزة العيدلة قدامي بشتغلها عيدلة والمقلوبة بشتغلها مقلوبة. دي عيدل ايه اشتغلتها عيدل وقفلت الغرزة التانية. دي مقلوب وحشتغلها مقلوب وهقفل الغرزة التالتة ودي عيدل هشتغلها عيدل وهقفل الغرزة الرابعة اكمل السطرة بقى بنفس نمط الغرزة بتاعتي يعني اجيب اللفة وانقل المقلوب واشتغل العيدل اعمل اللفة انقل المقلوب واشتغل العيدل لفة انقل المقلوب واشتغل العيدل هكمل السطر لحد اخره وبعد كده هرجع معدق الغرزة الاخيرة كده اهو اشتغلت السطر ولفيت الشغل هنقل الغرزة الاولى وهقفل الغرزة اشتغل غرزة واقفل الغرزة التانية اشتغل غرزة واقفل الغرزة التالتة اشتغل غرزة واقفل الغرزة الرابعة ده السطر التاني في الحردة اربع غرز سنقص وبكمل بقى السطر اجي غرزة عيدل عملت لفة ونقلت المقلوب غرزة عيدل عملت لفة ونقلت المقلوب اشتغل غرزة عيدل وبكمل السطر اللي نهايته وبرجع بالسطر بتاع وش الشغل مع هذا الغرزة الاخيرة وبعد كده اناقص ثلت غرز واكمل السطر وارجع بالسطر بتاع وش الشغل اناقص غرزتين واروح بالسطر وارجع اناقص غرزة وتكون خلصت معي الحردة زي الجنب التاني اهم حاجة ان انا راعي الشغل بتاع الوش والظهر زي ما احنا متعوزين وزي ما بنشتغل الغرزة بتاعتنا وفي نفس الوقت اراعي ان انا اعد الوحدات البيضة واعرف الشريحة البيضة هده خلاص امتى وعشان اغير الخيط للون الاسود اخر سطر اشتغله ويكون سطر دهر الشغل باللون الابيض وبعد كده ابدل الخيط الاسود انا كده خلصت الحردة اهو هعد كده الشريحة الوحد اثنين تلية اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشر حداشر يبقى انا كده خلصت الشريحة البيضة والمفروض ان انا هشتغل الشريحة الصمرة تمام الجنب التاني اخر سطر في الحردة اشتغلناه بالاسود نقصنا على طقول وغيرنا اللون الاسود في الجنب ده لان انا بدأ ان الحردة بدري سطر فالسطر الحردة كلها خلصت في اللون الابيض دلوقتي هعمل ايه هغير اللون قصية الخيط وهشتغل باللون الاسود خمس سطور باللون الاسود بتتبع برضو نفس الغرزة بتاعتنا بتاعت البلوفر برضو نفس الغرزة بتاعتنا بتاعت البلوفر ترجمة نانسي قنقر 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 دلوقتي هنا عشان اوصل لمنطقة حردة الكتف او بداية حردة الكتف اللي هو عند فتحة الدراع يبقى انا كده عدد السطور بتاعتي هيكون متساوي في الجنبين فانا دلوقتي هشتغل اول حاجة سطر يوصلني عند منطقة فتحة الدراعات وبعد كده هقفل 8 غرز واكمل السطر وبعد كده ارجع بالسطر لحد منطقة فتحة الدراع واقفل اخر 8 غرز ده كده شكل الكتف تاني لما حردت الكتف هقص الخيط واقفل اخر غرزة وكده تكون خلصت معي حردة الرقبة بتاعة الضهر بتشكل ده كده ودي نهاية الجزء التاني وان شاء الله في الجزء التالت هنشتغل مع بعض الحادة التانية بتاعة السدر وهنعمل الدراعين ان شاء الله او الكمين ونقفل البلوفر طبعا الغرزة بتاعة البلوفر كلها غرزة بتمط بالشكل ده كده فالبلوفر هيحتاج الكوي وإلا هيكون وإلا هيكون تقيل وغرزه هتكون ضيقة جدا وهنحتاج نزود غرز كتير جدا عشان يدينا الوسع اللي احنا عايزينه فانا وطبعا كما عايز البلسيل تحت دوت مايكونش بالشكل ده لقى يدينا الشكل المفروض بتاعه فانا هحط قميشا وهاكوي عليها بمكوى بخار على ظهر البلوفر مش على وشه طبعا هاكوي كل القطع وهي مفروضة الاول قبل الخياطة وبعد كده هنخيط مع بعض البلوفر أشوفكم إن شاء الله في الجزء الثالث لو أي حاجة مفهمتهايش متنسوش تسألوني أنا في التعليقات وتقولوني رأيكو في البلوفر وكمان لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وهسيب لكم إن شاء الله لينك الجزء الأول في الديسكريبشن بوكس أشوفكم إن شاء الله على خير سلام عليكم